من هو المستمع الجيد وما أهم خصائص المستمع الجيد؟ إن المستمع الجيد أو المستمع الكف يتصف بمجموعة من الخصائص هذه الخصائص تميزه عن غيره من المستمعين المنصرفين عما يستمعون إليه لعل المستمع الجيد أو الكف يبدأ أولا بأن يفكر في الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية هذه الأسئلة تشمل لماذا أستمع أو ما الهدف من عملية الاستماع ثم لمن أستمع أو من المتحدث الذي أعطيه انتباهي وأستمع إليه ثم ماذا أستمع؟ ما الموضوع أو المضمون الذي أستمع إليه؟ إذن المستمع الجيد لا بد أن يعرف لماذا يستمع ولمن يستمع ولأي كلام يستمع ويعني هذا أن يبتعد عن أماكن التشويش لما لها من أضرار في إعاقة عملية الاستماع وأن يركز انتباهه ويكيف جهوده حسب سرعة المتكلم بحيث يكون راغبا أو مستعدا للمشاركة مع المتحدث في مناقشة ما يبديه من آراء وما يعرضه من أفكار وأن ينظر إلى المتكلم وأن يشاركه مسؤولية الاتصال كذلك فالمستمع الجيد يجب عليه أن يركز انتباهه في أثناء عملية الاستماع وأن يكون قادرا على فهم أغراض المتكلم وأن يجبر نفسه على تذكر النقاط المهمة في الحديث وأن يتابع الأمثلة التي يسوقها المتحدث وأن يكيف نفسه مع نبرة المتحدث وسرعته وأن يكون قادرا على التوقف باهتمام أمام الأدلة والبراهين التي يستند إليها المتحدث وأن يكون قادرا أخيرا على فهم ما يقوله المتحدث فهما جيدا قبل أن يحكم عليه كذلك فإن المستمع الجيد يجب عليه أن يحرص على تسجيل النقاط المهمة ويدون ذلك كتابة حتى يستطيع أن يعود إلى أيها شاء إذا أراد أن يعقب أو أن يشارك في الحديث أيضا فإن عليه أن يكون قادرا على تذكر الأمثلة ومتابعة الأدلة وبخاصة إذا أراد أن يناقض المتحدث فيما طرح لن يمكنه ذلك إلا إذا تذكر الأمثلة التي يطرحها المتحدث وإلا إذا تتبع بكل دقة الأدلة التي استند إليها أيضا فإن المستمع الجيد يجب عليه أن يتتبع سيل الأفكار كما يطلقها المتحدث حتى يستطيع أن يكتشف ما إذا كانت هذه الأفكار منظمة ومترابطة يمسك بعضها بعضا متوحدة أم أن بينها نوعا من التناقض أو نوعا من عدم الاتفاق أو الانسجام كذلك فإن المستمع الجيد يجب عليه أن يسعى جاهدا لكي يكون رأيا في ما يستمع إليه وأن تكون لديه أسباب منطقية واضحة ومحددة تبرر هذا الرأي إن كل هذه الخصائص هي التي تميز المستمع الكفء عن المستمع غير الكفء